استكمالا لمسيرة الدعم الكويتي الإنساني للأردن في مواجهة أعباء اللجوء والفئات الفقيرة والمحتاجة سلمت دولة الكويت عددا من العيادات المتنقلة لمدينة الحسين الطبية لمواجهة متطلبات المناطق النائية في الأردن وقد مولت هذه العيادات المتنقلة بالكامل من دولة الكويت في إطار مساعدات طبية أوسع تشمل التجهيزات والمساعدة الصحية أفاق واسعة من العلاقات التي تربط مؤسسات حكومية بجهات طبية أردنية على مختلف الصعود لسيما الخيرية والإنسانية منها فقد قدمت دولة الكويت العديد من الإمكانات الطبية والتجهيزات لخدمة قطاعات متعددة في الأردن وقد تسلمت مدرية الخدمات الطبية الملكية الأردنية عيادات طبية متنقلة ومتكاملة بتمويل من دولة الكويت لتوفير رعاية الطبية اللازمة للمرضى في المناطق النائية تسلمنا عيادتين متنقلات ومجهزات من منظمة الصحة العالمية بتمويل كويتي وهذه العيادتين كانوا عيادتين تجهيز كامل حضر حفلة تسليم العيادات الطبية في مقر الخدمات الطبية الملكية سفير دولة الكويت في عمان الدكتور حمد الدعيج والمدير العام للخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب معين الحباشنة وممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن وعكست هذه الخطوة التي تبني على جسور الدعم الكويتي الموصول للملفات الإنسانية وخدمات اللاجئين وشرائح الفقر والعوز والمناطق النائية عمق ومتانة العلاقات بين الكويت والأردن في مختلف المجالات لسيما الطبية وهو ما أشادت به مصادر طبية أردنية رفيعة والتي أشارت إلى أن هذا التمويل الكويتي دليل واضح على التعاون المثمر في مجال تقديم الرعاية الطبية والصحية المتكاملة العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت هي علاقات مميزة قديمة ليست وليدة اليوم وإنما هي علاقة مميزة منذ سنوات طويلة ولا زالت هذه العلاقة في أوجها أفاق من الدعم الكويتي الإنساني الذي لا ينتهي تجاه مختلف القطاعات في الأردن والعيادات المتنقلة خطوة أخرى في مسيرة موصولة تتحسس حاجات الناس وتنطلق من الكويت إلى كل مكان لرفع معاناة الأشقاء هاني البدري تلفزيون دولة الكويت أمان ترجمة نانسي قنقر